تضبط الميليشيات العراقية المولية لإيران عقارب ساعتها على توقيت طهران وتسير وفق ما تمليه عليها قيادة الحرس الثوري بدقة غير أن الإفراط في الولاء والطاعة أحدث خلافات وصراعات بين تلك الميليشيات في هذا الصدد كذب المسؤول الأمني لميليشي كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري بيان ميليشي الحشد الشعبي حول استعراض ميليشي ربع الله في بغداد أمس البيان الصادر عن العسكرية غدا تنظيم مئات المسلحين التابعين لميليشي ربع الله استعراضا عسكريا وسط بغداد مرددين تهديدات ضد الحكومة والقوات الأمريكية وتعليقا على الأمر أوضح العسكري أنه تم نقل قوات من الحشد الشعبي إلى أحد أطراف بغداد وهم يشرفون على هذه الميليشيات لأداء مهامها مضيفا أن هذا النقل روتيني ولا يحتاج لتنسيق مع أي جهة وبسبب بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مسار الرتل إلى وسط العاصمة كما أكد العسكري أن مفهوم ضبط السلاح فإن تم يجب أن يسري على الجميع بدون استثناء في إشارة إلى القوات الأجنبية الموجودة بالعراق بيان التكذيب يأتي بعد قيم ميليشي ربع الله استعراضا عسكريا في العاصمة العراقية بغداد أثار سخطا كبيرا حيث وجه الصدر انتقادات لميليشي ربع الله ووصف استعراضها العسكري بأنه محاولة لكسر هيبة الدولة الصدر أكد أيضا أن الجهة التي قامت بالاستعراض كانت تنتمي إلى الحشد الشعبي وعلى الحشد معاقبتها وعلى الحكومة الحيلولة لعدم وقوعها مرة أخرى عرضا مساعدته على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة ظاهرة الفوضى وردا على ذلك اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذا الاستعراض محاولة لإرباك الوضع الأمني